أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعوا بإحسان إلى يوم الدين في البدء التهنية الخالصة الصادقة لصحيح في اصدرتها الأولى يتعبر عن أشواق أهل الجزيرة الشرفاء تحية خاصة للأخ الأستاذ هاشم القصاص رئيس التحرير صيغتي ويغيني سيكون النجاح حليفة وإنه لشرف عظيم ونشارك بمغالة عن الوضع العمليات الراهن بالجزيرة أولا صمود غوات الفاشر جيش وغوات مشتركة ومواطنين جنبا إلى جنب مع المغاتلين في الصفوفة الأمامية كان سببا أساسيا في تحقيق الانتصارات الكبيرة مما جعل المليشي المتمردة تتلقى الهزائم المتكررة مع مصرع معظم غادتها وظلت الفاشر أغضى يصعب تجاوزها إن شاء الله وهذا ألغى بظلاله إجابة لربع الروحة المعنوية لكل الشعب السوداني عامة والمغاتلين خاصة والتلاحم الذي حدث في الفاشر بين الغوات المسلحة والغوات المشتركة والمواطنين يجب أن يدرس وإظهل فخر وتعجعز ومجد للإنسان شمال دارفور عامة والفاشر خاصة مما جعل الماليشيا تصير على الانتظار الذي سيطول انتصار الغوات المسلحة في الصمود الفاشر يعني غطأ خطوط إمداد العدو والفزع بالإضافة لاستهداف الطيران الدقيق لكل الأرتال والأهداف المتحركة واضح إن الغوات المسلحة وضعت خطة دقيقة شاملة لتحرير كل المدن والغرى والمواغع التي دنسها التمرد واستكملت النقص في الغوات ووفرت كل معينات الغتال وبدأت في تنفيذ سلوب الغتال بالنشاط المتزامن حتى لا يستطيع العدو تدديم أي إسناد لأكثر من جهة ويسهر ذلك جليا في اندفاع محاول غوات كاريري ومدرمان والخرطوم وبحري والشجرة بل النيل اللبيض واللبيض الهجان ومرش وموضوعنا متحركات تحرير الجزيرة بدعا بتحرير عاصمتها مدني مستفيدة من الغدرة الجوية والتفوق بالسيطرة التامة والغصف الدقيق بالأهداف السابتة والمتحركة ليل نيار مما ألحق خسائر كبيرة في غوات العدو وأنهق الغوة الرئيسية أتوقع وكل المشيرات تؤكد من الأيام الغليلة الغادمة ستكون المعركة البرية والمشاء سيدة المعارك بالزحف المباشر على الأهداف الحيوية وهي المدن والغورة الرئيسية والمناطق الحاكمة بالتطويق وتدمير العدو بحيث لا يكون ما لهاه ملاز سوى الاستسلام وهنا تتجلى العلمية والمنهجية والعمل العسكري الاحترافي حيث لا مغارنة أصلا بين الغوات المسلحة والمليشي الرعاة عليه لا أرى أي مبرر بعد الآن لأي ارتكاز أو تلكء ويجب المحافظة على غوة الاندفاع واستغلال النجاح ويبغى المعطيات وأعتقد أن الأسبوع كافي جدا لتحرير مدني وكل مدن وغورة جزيرة إن شاء الله عليه يجب الإعداد والترتيب من الآن لكل جهة للغيام بواجبها فور التحرير أولا توسيع دائرة التأمين لأي مدينة أو موقع يتم تحريره وتجنبا لأي تدوين وغاية الشرطة عامة والإحتياط المركزي خاصة والأمن للتأمين بارتكازات حصينة وتفتيش دقيق وحصار وتفتيش لأوكار الجريمة والمناطق المجبوهة المصروقات والمتعاونين والبوجود الأجنبي الغير مغنن والهاربين من السيون لتقديمهم للعدالة وهنا يبرز دور الغضاء الهام لبسط حيبة الدولة ويفغى الغانون لأن أي تراغي أو فرق حقيقة يسبب خلل سيما متوقع تطير الجريمة أزاء امتلاك أسلحة لبعض مع تأدي الإجرام والهاربين من السيون وضعف النفوس الدور الفعل للشباب وأنا أعويل هنا على الشباب هم الذين غاتلوا جنبا إلى جنب مع غوات غوات المسلحة ويتمتعوا به من روح الحماس الذي شهدناه والأقصر إصرارا لمعالجة أي خطأ وتأمين المستقبل بعد أن زاغوا النزوح وراءوا الإهانة والاستعباد والغتل والاقتصاب والنهب فهي الشريحة المناطب بها بناء السودان معافة من أي خلل مراغبة ومساندة ومعمرة لما هدمه التمرد والمرتزغة الحاغدين وليكن شعارنا جميعا غواتنا في وحدتنا نلتغي لنرتغي عاش السودان حرا أبيا ونصر الله الغوات المسلحة نصرا عاجلا غير آجل ولطف بالسودان وأهله والله أكبر والعزة والشموغ للسودان والغوات المسلحة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجزاء المتابعين قناة الأخبار يارف شرين يسأل صباحكم صغير وقاتكم كل خير قصب مدفعه أنيف من القوات الأسكرية التابعة للجيش على مواقع الدامسري بالآسمة انتلاح اشتباكات أنيفة صباح اليوم بين الجيش وماليشية الدامسري في إدد من المحاور بالآسمة القرطم وفي خبر آخر القوات المصلة سودانية تحاصل ملينة سنجا وآخر مآخر ماليشية الدامسري في جبل موية وفي خبر آخر ناتق الرسم باسم قوات الدامسري عزينا ببدأ مالية السلام وجراعة حوار شامل دون شروط ماء الدولة تعلم قوات الدامسري وقف إطلاق النهر بجميع المحاور وتدعو اللاشاويز بالميدان التاقيد بذلك وآدم المحاجم أي موقع أسكري إلا في حالة الدفاع النفس شكرا جزيرا أجزاء المتابعين غناة الأقبار ياربو يشعر أنتم أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته